لكن وقتها أنا طبعاً الصور اللي قدامي دي بصراحة ما ينفعش عديها يعني أنا بتكلم في أمور جميلة جداً بس الصور دي برضو بتوريك فرحة البطولة هي دي التحديات اللي أنا بتكلم عليها على فكرة ما هو أنت لو يقول لك إيه أصلاً أنت متعود على الفوز بالبطولات الإفريقية بشكل كبير جداً لكن لا يا جماعة برضو في نفس الوقت اللعيب عارفة التحدي كان صعب جداً جمهور الأهلي جمهور جبار يا جماعة جمهور الأهلي جمهور جبار ومع كامل احترامي احنا بنتكلم على فرقتنا دايماً هي الفرقة رقم واحد وجمهور الأهلي هو جمهور رقم واحد في القرى الإفريقية وأنا بنتكلم على رادس لما استضاف نهاية دورة أبطال إفريقيا لأول مرة 2006 جمهور الأهلي الجبار قدر مع فرقة الأهلي يرجع بالبطولة من تونس ومن 2012 من تونس ومن 2008 من الكاميرون وفي مباراة القرن 2020 وعلى قايزر تشيفز في المغرب لكن 2023 كانت لها ظروف خاصة الجمهور الجبار اللي يعمل دخلة رداً على الدخلة في بداية المباراة وأثناء المباراة ده مش جمهور عادي ده جمهور جبار جداً جمهوره عنده قدرة إنه يعرف هو يلاعب مين يعرف تفكير جمهور الفريق لأصاده ويحضر لها بشكل كويس على فكرة الناس ممكن تعتقد إن الحاجات دي للشو والتفاعلات مش أكتر لا يا جماعة الحاجات دي على فكرة جزء من التحضير النفس لللاعبين أنا أتذكر الكابتن سارد دالحافيز في تصراحاته لقناة الأهل عقب المباراة مع عزمينة كريم أحمد قال نقطة مهمة جداً عدت على ناس كتير قوي قال الجمهور اللي جي من كل حتة في العالم في جمهور كتير جات من أوروبا على فكرة حضرت وشجعت وسندت الجمهور اللي جي من كل حتة في العالم ده كان بيتكلم إنهم هيستخدموا نفس السلاح اللي بيستخدموا جمهور الوداد في المباراة السفافير فإنك بتلعب مع الوداد ند بند في أرضية الملعب بتلعب مع الجماهير المغربية ند بند في المدرجات النجاح هنا مش نجاح فكرة إنك كسبت وكاس ورجعت لأ لازم نوثق اللحظات التاريخية دي لازم نوثق بطولة عشرين تلاتة وعشرين باللحظات الجميلة دي إن الجمهور كان دوره لا يقل عن دور الليعابين في أرضية الملعب عشان جدا لو تلاحظوا بعد نهاية المباراة اللعيبة لما احتفلت احتفلت مع جمهورها ساعة الاحتفال بالهدف الجماهير اللعيبة لما راحت واحتفلت ما راحتش ناحية دكة البودلاء اللي احتياطي والأساسي راح على جمهور الأهلي بعد نهاية المباراة مجلس الإدارة الكابتن محمود الخطيب كان حريص جدا إنه يروح بنفسه ومع كل أعضاء المجلس إنه كانوا موجودين في المباراة عشان يوجهوا التحية ويسقفوا لجمهور الأهلي اللحظات دي ما ينفعش نعديها لازم نوثقها وبنتكلم عليها متصورة والناس كلها شافتها وكل اللحظات دي كل تكلم عليها دي نقطة مهمة جدا النقطة التانية بعد ما اتكلمت على دور الجمهور شوفوا فرحة علي معلول علي معلول عاش أسبوع كان صعب جدا وهو قال ده حتى في تصريحاته علي اللي عنده رصيد كبير جدا بس عايز ألمس في حتة مهمة قوي على فكرة وده اللي بيميز الأهلي وده اللي بيخلي أي لعب بيلعب في الأهلي بياخد باله كويس قوي إنه مهما لعب ومهما عنده رصيد نسبة الخطأ مهم جدا تكون قليلة علي معلول رصيده إيه مع الأهلي رصيده كبير جدا على فكرة فيه فرقة تانية من مباراة واتنين ممكن توصل اللاعب بتاحها لنجومية كريستيان وميسي ده ما بتسمعونش ولا بتشوفوا في الأهلي يعني الكيميا والمنتاليتي والتفكير في الأهلي كمنظومة مش بتتوقف بس على العقلية داخل النادي لأ ده عقلية جماهير الأهلي كمان دورها مهم جدا في الجزئية دي طبعا شايفين العاملين والموظفين وكل المسؤولين في مطار القاهرة وقت نزول لعبة النادي الأهلي في مطار القاهرة يا جماعة شعبية الأهلي في كل حتة انت فاكر الشعبية في المدرج ولا في الشارع روح أي مكان وبس إلبس تي شيرت الأهلي أو امسك علام الأهلي شوف رد الفعل عيب عامل إزاي معاك والناس كلها فرحانة بيك ان انت النادي الأهلي شكرا لك